بدأت فرنسا عملية الاستحواز بشكل كامل على شركة الكهرباء الوطنية المثقلة بديون التي ستقود جهود إعادة إطلاق صناعة المفاعلات النووية في البلاد قدمت الحكومة الفرنسية التي تملك حالياً 84% من شركة كهرباء فرنسا عرض الاستحواز إلى الهيئة النظمة للأسواق المالية وهي الخطوة الأولى لإزالة أسهم كهرباء فرنسا من البورصة وعشرت الحكومة الفرنسية في يوليو إلى نيتها امتلاك 100% من رأس مال الشركة حيث تأمل أن تساعد هذه الخطوة في إعادة بث الثقة في الشركة التي راكمت ديوناً تبلغ 60 مليار يورو كما تخطط الحكومة الفرنسية لبناء ستة مفاعلات نووية من الجيل الحديث